تسعى تركيا لحسم مصير منطقة شرقي نهر الفرات السورية فتركيا تصعد اليوم حراكها أكان سلما عبر مفوضات مع الجانب الأمريكي تفضي إلى قيام منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا أم عبر عملية عسكرية واسعة النطاق على غرار ما فعلته في منطقة عفرينة شمال غربي حلب مصادر صحفية أكدت وصول تعزيزات عسكرية تركية كبيرة إلى الحدود السورية التركية قبالة مدينة تل أبيض شمالي الرقة في مؤشر واضح على أن المنطقة مقبلة على تطورات من شأنها تغيير معادلة الصراع في شمال شرقي سوريا وأشارت المصادر إلى أن السلطات التركية طلبت من المجلس المحلي لمحافظة الرقة إعداد خطة طوارئ في حال دخول الجيش التركي وفصائل تابعة للمعارضة إلى ريف الرقة الشمالي مؤكدة وجود مقاتلين من الجيش السوري الحر مقابل مدينة تل أبيض السورية من جهته أكد القيادي في الجيش السوري الحر العميد فاتح السون وجود حشود تركية على حدود منطقة تل أبيض مضيفا أن هناك جدية من أجل تطبيق المنطقة الآمنة على طول 450 كم من الحدود التركية السورية المشتركة وعرب حسون عن اعتقاده بأن التحرك التركي سيكون ردا على أي عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على تركيا بالمقابل استخدمت ميليشيا سوريا الديمقراطية تعزيزات عسكرية إلى مدينة تل أبيض وأكدت مصادر صحفية أن الميليشيا اتخذت عدة منازل داخل المدينة كمقرات لعناصرها كما نشرت عناصرها في الخنادق التي حفرتها مسبقا على الحدود الفاصلة بين مدينة أخج قلعة ومدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي ومن الواضح أن الأتراك يستعجلون حسم مصيري منطقة شرقي نهر الفرات سلما أو حربا سلما عن طريق نسج خيوط تفاهم مع الجانب الأمريكي الدعم الأبرز للأكراد السوريين يقضي بانسحاب الميليشيات الكردية من الحدود السورية التركية أو حربا عن طريق عملية عسكرية واسعة لا تنتهي إلا مع القضاء على خطر هذه الميليشيات على الأمن القومي التركي ترجمة نانسي قنقر